كل اللي أقدر أقوله يبغتي يبغتي بحاجتين يبغتي بصداقة أنا بتشرف بيها دايما متعلقة بيسري نصر الله ويبغتي أن يسري نصر الله موجود معنا النهاردة منور نورك حبيبي حبيبي خاليني يمكن الأول هبدأ بأنه أي مخرج حقيقي ما بين قصين ونحط تحت عشر تلاف خط في الدنيا طبعا عنده انحيازات فكرية طبعا عنده انحيازات فلسفية طبعا عنده انحيازات ايدولوجيا ونا عارف أنك ما بتحبش تعقيد الأمور تحت الظرف وبالظروف يسري بيبقى عاوز إيه جوه أفلامه عاوز يركز على إيه يعني أولا حاجات الانحيازات آه طبعا عندي انحيازات يعني عني انحيازات جاية من أنا تربيت إزاي جاية من ثقافتي جاية من نشقتي جاية من إيه اللي بحبه في الدنيا وإيه اللي ما بحبهوش ده ده عادي بس مش دي اللي أنا بحاول أفرضها عليك كمتفرج يعني ما ظنش إن في حاجة في حاجة ده بحب أقولها بس تبدو كأنها عبيطة بس هي كده أنا بحب أحكي حواديد ده الانحياز الأساسي بتاعي أنا بالنسبالي مش مهمة بلعك ميولي اليسارية ولا ميولي الـ مش دي خالص الهدف بالنسبالي أهم حاجة إن أنا قدر أحكي لك حكاية عن ناس عايشين في ظرفه معين مش الظرف هو اللي يهمني قدر اللي يهمني الناس بتعمل إيه جوه الظرف ده إيه اللي بتعمله عشان تظل على قيد الحياة يعني من شوية كده كنت بتتكلم عن غريزة البقاء غريزة البقاء متى يالي دي أهم حاجة إنك إنت مش إنت عايز تعيش إنت عايز تمبسط إنت عايز تفرح إنت لما تيجي تفكر جدتك لما كانت بتحكي لك الحواديد حواديد قبل النوم قبل النوم كانت بتحكيها لك ليه مش كانت عشان عشان تدي لك أحلام وكوابيس وحاجات تخليك تعرف تاني يوم لما تواجه الدنيا تواجهها بوجدان مليان حاجة تانية كده اللي أنا مهمة جدا بالنسبالي إن أنا لما حكي لك حكاية فيها شخصيات وفيها ناس إنك تطلع من الفيلم حابب نفسك مش كاره نفسك مش كاره نفسك يعني عادة في حاجة كده أنا بلاقيها بشعة جدا اللي هي ناس كتيرة في المجال العام وفي المجال الخاص بتحاول تتملكك بإنها تكرهك في نفسك أو تحسسك إنك صغير إنك قليل إنك ما تسويش أفلامي متى يقلي بتخليك تحس إنك طب ليه كيمة؟ أمبارح ودي مصادفة كويسة قوي إنك قلت الجملة الأخيرة دي أمبارح في المقدمة بتاعة الحلقة في البرنامج ده كنت بتكلم على إنه في حاجات كتير حصلت للأسف الشديد في حياتنا يمكن من وجهة نظري تاني من حيات ذات اليسرية لأنا مش عايز أبلعها لحد برضو إنه إحنا من السبعينات والتمانينات والتسعينات عنينا من حالة انسحاق يعني طول الوقت حد بيحاول يفهمك إنك ما تسويش وإنه ثقافتك دي أي كلام وإن المصريين دول ناس أي كلام وحاجات زي كده وأنا عمري فعلا ما شفت ده في أفلام يوسري نصر الله بل بالعكس المصري ده مهم ويمكن أنا بفتكر هنا وأنا برجع بزهني الورى فيلم المدينة العرض بتاعه في مهرجان اسكندرية وبتكلم على شبان بوساط جدا باسم وناجاتي والشلة بتاعتهم في رود الفرج وهم بيغنوا رود الفرج يا رود الرود والحاجات اللطيفة اللي زي كده وإنه هم مش شايفين نفسهم ما يساوش هم مش شايفين نفسهم يستحقوا أكتر من كده بكتير ده كان المدينة مش موضوع استحقاق مش موضوع استحقاق صدقني يعني مش موضوع قناعة ولا موضوع استحقاق مش موضوع تديني إيه وقديك إيه رفض الاوضوع حق بس انت ديك إيمة بس وحد دفع عنها حد دفع عن إيمتك مش هتخلي حد يقولك إنك ما تسويش مش هتخلي حد يقولك إن أحلامك دي ممنوعة أحلامها مش بس ممنوعة حققها دي أنت ممنوعة أحلامها متى يالي المقاومة دي مقاومة مقاومة اللي عايز يتحكم فيك بإنه يخليك تحس إنك إنت مش ولا حاجة إنك ولا حاجة ده غير مؤثر ده يعني وهنا بتلاقيها يعني إذا بتتكلم عن المدينة المدينة في علاقة مهمة جدا اللي هي علاقة علي بأبو اللي هو عايزه يقبأ بالزبط محاسب زيه ومش هو علي عايز يقبأ ممسك ها و من حسن حظ علي بيينسى بيصاب في حدثة وبيفقد ذاكرته وبيبتدي ناقي الناس ناقي الناس على أساس إيه على أساس اللي قابله زي ما هو ده عائلته اللي مش قابله ملوش لازمة في حياتي ها وفي مواجهة جامدة جدا بينه وبين أبو اللي هي حاجة صدمة جدا في مجتمعنا اللي هو دايما الأب ده دي قدسية والحاجات دي كلها هنا المواجهة بتخلص بمصالحة بس المصالحة على أساس أنا مين مش أنت عايزني تبقى إيه أه بقى إيه ده متأيقلي ده كلنا كشباب عيشنا ده كلنا بدون سسناء يعني واللي يقولك غير كده كذاب ايه يعني تدخلت الأول لاقتصاد وعلومش لازمة وكده درست السينما اه بس ما كانش فيه إجبار إجبار على ده حياتي أنا هقولها لك يعني أنا ما دخلت معه السينما في سنة تانية وأنا كنت في كلية الاقتصاد رجعت كلية الاقتصاد ما حبيتش معاهد السينما يعني ما حبيتش فكرة إن أنا مع ناس قاعدين بيكلموني عن الشوت وعن حاجات تكنيكل كده حسيت إن لا فيه حاجة بتحصل برا المعهد أهم بكتير اللي هي الجامع حاجة حاجة بكل العيوب بتاعتها بكل العيوب بتاعت النظام التعليمي وكل اللي انت عايز واسه فيه حاجة أنت بتقابل ناس عمرك ما حتقابلهم في حتة تانية ومتنوعين جدا أكثر متنوعا من اللي هقابلهم جوابا من اللي هقابلهم في مدرسة الألمانية اللي أنا تربيت فيها اللي هي كانت من أول الحضانة لغاية السنوية العامة 800 طالب فيعني أنت جوا جيته ومعهد السينما جيته تاني لا أنا عايز أحضن العالم يعني دي شغلتي شغلتي إن أنا يعني كفن يعني كمخرج كواحد عايز يحكي حواديت عايز أحس إن إن العالم ده ما بيخوفنيش ليه حبي تحكي حواديت يعني اللي هيعود أو بالأداء اللي يعرف يسري نصر الله أو اللي قرأ عنه كويس أو اللي شاف سرقات صيفية على سبيل المثال عارف إنه الخلفية الاجتماعية والبناء العائلي والأسري بتاع يسري نصر الله مش بالضرورة يخرج فنان ومش بالضرورة خالص يخرج يساري بالمناسبة لكن طيب وليه بقى يساري ليه ودي من ضمن المفرقات كنت لسه برضو بتكلم مع زمايلي قلت له لو تعرفوا إنه اليسار المصري اتبنى على الأرستقراطية المصرية الفنول الهاربة من الأرستقراطية المصرية تعرفوا إنها مفرقة رائعة وعظيمة يعني عايز أروح للحتة دي شوية ليه بقيت بتاع حواديت لكن بعد الفاصل ماشي احنا اختتمنا إن أنا بقول ليسري على خلفية حوار مع حد من زملائي كنا بنتكلم على مسألة إزاي حد من زمايلي بيقولي ما بفهمش اليساريين اللي بيبقوا جايين من طبقات أرستقراطية أو ميصورة الحال وبيعتنقوا أفكار يسارية فأنا كنت بقول ليسري ده قلت له بالمناسبة هو الطيف الواسع من مؤسسين اليسار جيل أول وتاني هم من أولاد الطبقات دي يعني فيوسري قال لي آه إحنا بوزنا دماغ ماصر ده هنا بيخدني على المسألة بتاعت مش بس ليه بقيت يا ساري لا هي المسألة ليه بقيت بتاع حواديت صانع حواديت لأنه بحب الحواديت ببساطة شديدة يعني أنا بالنسبة لي أنا أنا اتربيت في عائلة متعبة ليه؟ يعني طلق وحاجات بالشكل ده يعني كان سعب ما كانش كانش سهل بالنسبة لي أنا وناهد أختي الطفولة بتاعتنا والحاجات دي كلها كان جزء كبير جدا من اللي بيخليني أعرف أتعامل مع الحياة من وانا صغير هي أنه أنا بقى أرى روايات كان فيه جدتي كان بتجيب لنا كل يوم جمعة روايات الهلال أظن كانت كتب صغيرة كتب ملخصات لروايات عالمية فدي كان بالنسبة لي حاجة بتصالحني مع العالم بتخليني أعرف أتعامل مع الصعوبة أنك أنت تكون طفل ومش فاهم اللي بيحصل حواليك ما أنت دايما حكيتها كويس في صريقات صيفية الأحساس بتاع أنك كل القرارات الكبيرة كل الحاجات اللي حتأثر في حياتك كل الحاجات كلها بتتقال في السر كلها أنت مش جزء منها أنت مستبعد منها أنت لست صغيرة وأنت في حاجات مصايب قادة تحصل حواليك وأنت مش فاهم رأسك من رجلك في إيه اللي بيحصل بحق وحقي الروايات كانت بتساعدني أن أنا أفهم وكانت بتساعدني على الألو يعني لو ما كانتش بتساعدني أن أنا أفهم كانت بتساعدني أن أنا أعيش حياة تانية من خلال الخيال والسينما عملتها بشكل رهيب لما روحت أول مرة اتفرجت على أول فيلم كان رحلة إلى منتصف الأرض سينما سكوب وألوان وانت قاعد في قاعة كبيرة ضلمة قاعد بتتفرج على حاجة كده مبهرة جدا وبتاع خيالك ابتدى يسر فحاجات الحواديث والفن إجمالة دي دي اللي أبقى يعني بتبخيق على قيد الحياة المارك تشتغل تود الوقت أن المصاعب والمشاكل والحاجات دي كلها ما تقباش حاجة بتشلك بالتحسن يعني المتيالي الفن والسينما بيديك شجاعة والحواديث وده بس المتيالي بالبساطة دي بتساعد على البقاء فكده بنرجع مرة تانية لجريزة البقاء يعني هي أكيد 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 احتياجك أنك أنك تحكي وأنك تسمع حواديث وحواديثك مع حواديث الناس اللي حواليك تبتدي تاخد شكل وتبتدي تاخد يعني حاجة يعني العالم فوضى العالم معقد جدا وفوضى ومكركب فلما بتيجي بتشتبك معه وبتطلع منه حاجة ليها شكل بتحس أنك مش بس كواحد بيعمل الفن إنما كواحد بيتلقى الفن بتحس أنك أنت تقدر تمسك العالم ده تقدر تقدر تتواجه تتخانق معه التعبير بتاع اليساريين اللي كلنا نستخدمه الزمان البلشفة البلشفة إمتى لما روحت السفير في بيروت لا لا في الجامعة في الجامعة في الجامعة كان في حركة طلابية وكان في أنت بتتكلم عن المجتمع ما كانش في أحزاب ما كانش في ما كانش في حاجة كان في لسوتي على فوق صوت المعركة كان في مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد يعني الفرد ملوش ملوش وجوده مرة واحدة في ناس بتادت تتكلم عن لها كانت حاجة جامدة جدا الحركة طلابية تاعت السبعينات اللي هي كانت حاجة حصلت بعد يعني بعد كارثة كبرى اللي هي 67 وإحساس رهيب جدا بالمهانة والحاجات دي كلها إنك انت مرة واحدة بتيجي بتقول لا مش مش حقبا مش حقبا ضحية المهانة دي ومش حقبا ضحية الهزيمة دي لأ عندي احنا نقدر مش بس كمصر إنما كأفراد بتاعلي دا اللي جذبني لليسار وقتها أنا فعلا أنا قاعد أرانيتش في الجامعة وفي المدرسة ومش عارف إيه وبتاعي إنك مرة واحدة بتكتشف كمان إن إن ما يسمى باليسار هو في الآخر جزء من تراث ثقافي دخم جدا أنت تربيت جواه يعني أنت لما تقرأ كلاسيكيات بتاعت المسرح العالمي ولا السينما ولا أي حاجة زي كده يعني كلها في حتة منها يسارية طبعا يعني من قبل ما يبقى في حاجة أسمعها يسار يعني لما تيجي تقرأ كل تاريخ الثورة الفرنسية كل تاريخ الموسوعيين الموسوعة كبيرة يعني حتى قبل وجود يسار حقيقي في الوقت كنز بيكتب يعني بالزبط عملياً تقدر توصف أنا أقدر حاجة بزيكيات أو إلا ما تيجي تقرأ دوستهيفسكي أو إلا ما تيجي تقرأ أسفا كل الناس دي كانت بتكلم عن إيه؟ ما كانت بتكلم عن الناس اللي هي حاجة ما الناس ما بتحبش تتكلم عنها يعني صادمة إنت لما تيجي تقرأ بلزك ولا تيجي تقرأ نجيم محفوظ ولا تيجي تقرأ طح سلوبار ولا طح حسين بيكلموا عن إيه؟ بيكلموا عن مين؟ عن الناس وبيكلموا عن الناس وبيكلموا عن الناس بإيه؟ بإن حرام ولا بيكلموا على الناس مقاومة مقاومة بس فإنت هنا يعني فكرة إن اليسار دي حاجة كده انت بتبلشف؟ لا ما هيش هي اليسار الماركسي ده مش عارف لا النظام معين تعرف تقرأ بيه الحاجات دي كلها استعمله ما تستعملوش دي حاجة تانية خالص بس إحساسك بالناس وإحساسك بالناس كأفراد بيقاومه بيقاومه صعوبة يعني صعوبات كبيرة والحاجات دي كلها هي ده زي أحي يا شهر زاد مثلا ده إيه؟ ستات بتقاوم بتقاوم علي في المدينة بيقاوم يونس ونهيلة في باب الشمس بيعملوا إيه؟ بيقاوم ما هواش فيلم عن القضية الفلسطينية وفيلم عن فلسطينيين بيقاوم طب صحيح مين اللي بيقاوم في الماء والخضرة والواجه الحسن؟ آه كلهم الماء والخضرة والواجه الحسن ماشي أنا بحب الفيلم ده جدا وأنا آه وبحبه من سنة 95 وأنا عايز أعمل الفيلم ده سيبك من الحواديد اللي حواليه بس لما جيت عملت الفيلم كده أقول إيه ده بتعمل الفيلم عن إيه؟ فبقولهم ده أكتر فيلم سياسي أنا عملته في حياتي إيه؟ آه إزاي؟ إزاي؟ يعني إيه؟ ده إزاي تقول حاجة زيتي؟ طب ما بالشمس ومارسيدس وأحكي شعر زيل؟ ها؟ لأ ده أكتر فيلم سياسي أنا عمله إيه؟ إيه؟ إيه الماء والخضرة والواجه الحسن؟ في وقت إنت بتقلّك التقشف والاسمائي والتزمت والاسمائي إنت بتعمل فيلم عن الأكل عن الحب عن الجنس ها؟ عن كل الحاجات اللي بتبسطك في الحياة ها؟ وبس عن ده ها؟ وده جسد مقاومة ده كده يعني إنك إنت بتيجي بتقول أوكي دي الحاجات المهمة إنت لما تيجي عايز بتناضل ولا بتقاوم ولا بتعمل مش عايز إنت بتعمل ده عشان إيه؟ مش عشان تقول بها مبسوط طب إيه؟ الانبساط بيتمثل البحث عن غد أفضل يعني يعني حياة أفضل وعن حاضر أفضل لو تقدر تغير حباره تخلق مستقبل أحلى ومين التبخين دولة؟ التبخين دولة زي بالزبط ناس معتزين جداً بشغلهم بيحطوا مزاج جامد جداً فيه بيحطوا وجدان جامد عايزين يبسطوا الناس اللي حواليهم بيطبخ بحب وبيدي للناس بحجة شغلتي شغل مش شغلتي شوية كفنان بس فيعني أنا حاسس بتماهي جديد معهم طب نهيك إن أنا بحب أطبخ فيعني أه فيعني لما ما بعملش أفلام بحب أطبخ فده يعني بالمعنى ده السياسي سياسي لما تفتقي يعني أنا بالنسبة لي السياسة مش إنك إنت تقول أنا مع فلان ولا مع الإيديولوجيا ولا أي حاجة سايك كده خالص إنما أنت بتعمل يعني أنا واحد عمري ما عملت فيلم ولا حتى المسلسل اللي عملته مع محمد أمين رادي إلا وأنا حموت عايز أعمله يعني لازم أعمله عايز أعمله يعني عايز أعمله قلص رغبة ملحة آه رغبة ملحة الرغبة الملحة دي بتاعت وقتها لما تحققت أنا مبسوط بتيجي محلها رغبة ملحة تانية فبعمل فيلم تاني أو بعمل مسلسل أو بعمل فازاي تقولي بتحب مين أكتر معرفش اللي جاي إيه اللي جاي إيه ممكن ده هيبقى آخر سؤال بسأله نظر للوقت بس اللي جاي إيه لأنه دي أول حاجة قبل ما نبدأ الفقرة السينما قريب إمتى فيه فيلم كان مفروض أعمله قبل المسلسل من غارب أهلها اللي عملته أخيرا اسمه أسطورة زينة بنوح كاتبه شاب جميل جداً اسمه أحمد الزغبي قصة ولد وبنت صغيرين في الصعيد يعني عمرهم 12 و14 سنة يعني مرحقين جثة أم البنت في سيول وشابورة والبنت سمعت وهم بيغسلوا الأم إن اللي يدفن يوم جمعة ما بيتعرضش العذاب القبر وإحنا يوم الأربعة فهي رحلة إنها بتخطف الجثة وبتدبس الولد في الموضوع عشان تدفنها يوم الجمعة عشان أمها ما تواجهش عذاب القبر جوه ضباب وجوه سيول وبيواجهوا كل المخاوف بتاعتهم هي إزاي اتنين بيكتشفوا العالم ده أنت هتشوف أي من الهجوم عليكم للمتشددين لأ ما هم بيهجموا كده ولا كده يا مصطفى يعني لا رأي سوريا يوسف مصطفى دائما ربع مصطفى الله يلحمه كان راجل جاني الله يلحمه هايهجموا كده ولا كده هو الواحد عمره عمل حاجة من غير ميت لأ ماشي خلاص خالي أما 13 فيه المصح أنا فاكر 13 ما بعديش العدد في اللمون ما تحقر ماشي قر ماشي قر أهو 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 صحيح هو ما فيش فيلم ما تهجمش بس هقولك وكمان يسري نصر الله بيخلي البيت تتخبي الجثة بتاعتنا متها علشان مش عارف ايه يوه يوه عادي عادي مستعد كان مجرة العادة يعني آه طبع عارف انت في لحظة معينة كده معلش بتيجي بتقول مش هما اللي حيفردوا علي الخناءة تبع علي أنا حفرد الخناءة ويلا تعالوا نتخل انا في انتظار الفيلم وفي انتظار ان احنا لازم هنقعد قاعدة تانية هتبقى أطول من ديب كتير لان انا عايز اتكلم على كل الافلام اللي مش هنقعدهم تتشود وعايز نقعد نتكلم اكتر على مساءات الافلام اللي بنقلفها ونخرجها وامتا بخرج وبقلف يعني انت باخد القرار ده الرغبة الملحة بتاعت انا مش هخرجه بس انا هألف وهخرج الفيلم على كل الجايات ان شاء الله كتير هنلطقي لازم الفيلم قرر بيطلع ولا لسه شوية لسه هنعمله لسه أنا نتصور طيب نتصور ننحضر نحضر ان شاء الله خير انا عايز اشكرك على انك قبلت الدعوة النهار دي انا سعيد جدا انت رجل ما بتحبش تظهر كتير عموما وكلامك قليل فانا كده عارف ان انا ليه عندي معزة كبيرة عندك حبيبي كل الشكر ليك كل الشكر الواحد حقيقي والله يا العظيم من اهم 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 مخرجينا مش بس في مصر انا بشوف واحد من اهم المخرجين في الدنيا بالمناسبة وركز بس كويس صدقني وتفرج على هم 13 وتفرج على الـ 18 ولما ينزل الـ 14 يسري نصرالة كما نورنا في التاسعة نورت وشرفت كما نورت العادة ربنا يخديك يا رب خاصة الحلقة لحد كده لو كان لنا العمر بقى نقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامات